وللوقوف على إغلاق البرصة المصرية خلال هذا الأسبوع ينضم إلينا من مقرها بالقاهرة مرسل الغد صابر السكري صابر يعني بالتأكيد الارتفاع بنصف نقطة مئوية ربما لم يعود الخسائر التي منيت بها البرصة خلال بقية أيام الأسبوع كيف استطاعت أن تحول الاتجاه من الانخفاض إلى الارتفاع في نهاية دولات الأسبوع نعم حسن كما ذكرت هو إغلاق اليوم آخر جلسات الإزواء وآخر جلسة من جلسات شهر رمضان بحوالي نصف نقطة مئوية للمؤشر الثلاثيني هذا الإغلاق لم يكن بالقدر الكبير الذي يغطي الخسائر التي منيت بها البرصة خلال الفترة الماضية لكن هناك تفاؤل بعد إعلان تشكيل الحكومة وأداء الحكومة الجديدة لليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي اليوم أو منذ وقت قليل هذا التفاؤل بيعطي إشارات إيجابية للمستثمرين العرب والأفراد المصريين وهم كانوا أكثر شراءا اليوم وفي جلسة أمس بأن هناك قرارات اقتصادية ستكون مشجعة للاستثمار داخل البورصة المصرية هناك انتظار أيضا لما ستصفر عنه الطرحات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق لكن بصفة عامة خلال هذا الأسبوع استطاع رأس المال السوقي أيضا أن يكسر حاجز حوالي 6 مليارات جنيه مكاسب بالنسبة للأسبوع الماضي المؤشر الثلاثين أيضا استطاع أن يربح حوالي 300% عن الأسبوع الماضي والمؤشر يكسر حاجز 16 ألف نقر هناك تفاؤل خلال الأيام القادمة خصوصا بعد إجازة العيد وانتهاء الوقت الذي كان محددا للبورصة خلال التداول في شهر رمضان شكرا جزيلا صابر السكري مرسل الغد كنت معنا من مقر البورصة المصرية بالقاهرة ترجمة نانسي قنقر